غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضحية الجنوبية ببيروت وتلحق دماراً واسعاً بالعديد من المرافق والبنى التحتية أكثر من ثلاثين غارة جوية استهدفت محيط فندق الساحة ومنطقة بورج البراجنة والشويفات وحارة حريك ووصلت أصداؤها إلى مناطق خارج العاصمة اللبنانية رائحة الموت تفوح من المكان ولا وصف دقيقاً إلا أن تاريخ لبنان مع إسرائيل يعيد نفسه صلافة الاحتلال والبغي ذاته ومحاولة التقاط الأنفاس ولم الشتات اللبنانية أيضاً ذاتها الحياة باتت متوقفة في لبنان أو تكاد كل الأنفاس تلهث في محاولة لمعرفة القادم أو التنبؤ بلحظة الخطر الداهم المحتملة وما بين نزوح وهلع وخوف وخراب يبقى لبنان مضطرباً باحثاً عن حلول ومخرج من كارثته الحالية وفيما يشاهد العالم ما يتخوف من تحوله إلى غزة جديدة على أرض لبنان يسابق السكان الزمن هنا لتأمين احتياجات أساسية لفترة انتظار لا يعرفون إلى متى تطول ترجمة نانسي قنقر